الممثلة باميلا الكيك تعرضت لحالة مفاجئ تسبب كسرين في قدمها وخضعت العملية الجراحية في إحدى مستشفيات بيروت كاميرا شوفي مافي كانت موجودة ببيتها لتخبرنا شو صار معها يعني أول شي أهلة وسهلة بالأردن كلها عندي بالقودة لأنه أنا مش كتير بحب بصور بالغرفة بحس هذا الشي الوحيد اللي بقي لي بس هلأ هيدا الكيس اللي صار يعني الحمد لله أنه وقعت بتصدق بس حاسة من ورها الوقع في كتير في كتير ميسجز أنا بدي نبش عليهم الصحف المحلية والعربية قالت أنه حادث السير رح يمنع باميلا الكيك من المشي يا ترى شورت باميلا الكيك تكتير مواقع قالت أنه أنا انشلات ما بقى بمشي هيدا الخبر الأصفر اللي نحنا صرنا خلص معوادين أنه بكل بكل صحفتنا بده يكون في لونين واحد منهم دايما وده يكون أصفر لا الحمد لله أنا رح أرجع أمشي بس بعد شهر ونص رح كون قاعدة بس بتصدق عم باخد من هيدا الكسرة الإجر حتى لقلي بالتمثيل بتفيدني كتير أعرف شو يعني الشعور أنه واحد يكون هيدا مش قلم عادة هيدا اسمها حلاوة الروح يعني هلأ قفمت غنية حكيم حلاوة الروح بتحلى روحك هلأ واقعة مثل هيدا كتا عم بتمشى حديدتين واحدة وعشرين برغي بس إنه لا تكرهوا شيئا لعله خير كان من المفترض السافر باميلا الكيك للمشاركة بعمل درامي في تركيا معقول طلعت من السباق الرمضاني كنت الأحد بدي سفر على تركيا كنت رح كون دور كتير حلو هيك آخر عشر حلقات ضيفة شرف لعروس بيروت بس ما تم النصيب صارت هيدا الوقع قبل بيومين يمكن لنشوف شو اللي جاي هلأ قريبا منا بس الشي الحلو إنه كان عندي عمل لرمضان كنت أنا بالفيديو قلت إنه يمكن ما قدر أمشي لقلو بيقل المنتج وبيقل لي أنت شو عم تقرر من راسك نحنا ما عنا بلان بي لدورك بدنا ننطر إجريك ونقوم نمسك كشفت باميلا الكيك من قبل عن الحماس اللي كانت عم تشعر فيه المشاركة في مسلسل عروس بيروت إلا إنها اضطرت للاعتذار بسبب إصابتها سألناها مين رح يحل مكانها؟ ملكة جمال أو عارضة أزيار؟ أنا ما بفتكر بيعروس بيروت المنتجين هناك عم بفكروا مثل المنتجين عنا بلبنان كتير مثل لابنان هيكي بس إنه ما حدا بيحل محل حدا يعني مش ما حدا بيحل محل باميلا محلات تلعب بعروس بيروت سارقة بي كانعان هجوم كبير اتعرضت له بسبب انتقاطها للنجمة ندين نسيب نجيم وهذا القرار اللي قررته بابينا الكيك ما بدي أجيب سيرة اسم بقى ولا حدا لأنه أول شي اللي عم بحكي عنهم بالنسبة إلي يعني ما فيه بقى حدا عم بيخليني أني أنا وعي الفنانة ولمع الفنانة اللي فيه ما بقى بدي أقول رأيي بي ولا شي ولا حدا أنا إيش على الكرير تبعيتي إيش على حالي حقيقة ايه بتشرحوا أنا من كل حياة اتعودت أنه أنا دايما يطلع اللغم فيي أنا بفتح طريق للي بعد مش يلحقوني لإليك كباميلا يلحقوا هالفكر اللي نازم نحنا أنه نمشي فيه فما عندي مش لي يطلع اللغم فيه طالما أنه الأصول والصح رح يرجع بس أني ما بقى عندي ولا اسم شايفته أنا كنت بقلبي من قلبي عم بنصحهم لننصح بعض بس عصفورية ما بقى حب ملكات الجمال قد ما عم نحكي عنهم صرنا عم هن شوهوا هالكوتة عرفت صرنا عم نقول طب ما كوني أنت حلوة بمطرحك هلأ ملكات الجمال مش ملكات الجمال بدأ تكون دكتور بدأ تكون شو ما كان طالما العالم عم بتشوف مين عنده المصدقية والموهبة لتوصل لقلوب العالم ما بقى بدي أقرر عن حدا العالم شايفة والشم الساطع ما بين نضال الأحمدية وبامي للكيك مشاكل دائما بتوصل للصحافة سألناها شو يلي بيستفزك بتصريحات نضال الأحمدية عنك دا لأ ما بتجيب قسامة حدا مام مش ما قلش لدت حدا صراحة منهم كلهم ما قلش لدتهم خلص الله يراني الله شايف كل شي كل واحدة حتحسب حسب كل أفعيله عند مخدة ضميرة كتير بينام علي ومرتح كل ليلة كل ليلة عم تمم وجباتي على كل المراحل فمش ايش عحدات بقى دائما بتصرح باميلا الكيك إنها ضد عمليات التجميل شو السبب برأيها؟ منا ضد عمليات التجميل أنا ضد التشويح أنا ضد التغيير أنا مع الترتيب مع إنه أنا يمكن كتير قريبا مبعب أنا ما بدي عمليات تجميل لأن أنا بحب شفاف صغر مهدومين بي لبقولي منخاري قلوة بحبو عيوني هيك عيون عمتي هلأ الزيادة عن الزيادات أنا أكيد مع البوتوكس والفلرز إلى حد معين وحد مرتب بس أنا زيادة أنا مثلة فأنا إذا ما في أعمل هول الإكسبرشنز لازم أنا فوت على ملكات الجمال بتخيل ما في أمثل مش إيه؟ باملا مش مرتبطة باملا مغرومة نقطة اسم كتابي نقطة هلأ بعمل لك مين؟ مين يعني بدك اسمه وسجل عدله شو؟ كيف؟ شو؟ بعالم المصدق أكيد لا 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 ما إنه بعالم الفن هو فنان بس مش بعالم الفن ناكست بليز بدي أقول للشعب الأردني أول شي ما بديش بديش اسألكم شو في ما فيه مبسل إيش فيه ما فيش لأنه فيش إشي هلأ فيه إنه أمل وتأمل إنه الحياة رح ترجع فيه الإنسان عم بحسوا الإنسان الطابع الإنساني عم بيرجع عم بحب الحياة إرجع من أول وجديد لأنه شايفة بصيص أمل نحنا منقرر نرده أو لا ونحنا رح نرده فلكل أهل شعبنا بالأردن منقول إنه نحنا كلنا شعب واحد نحنا كلنا بلد عربي واحد ولي بيجمعنا هي الحب والمحبة فقالله كبير وقالله شايفنا أكيد موسيقى